بسم الله الرحمن الرحيم اليوم درسنا للصف التاسع عن اللي هو جهاز الضبط الكيميائي واستكمال لجهاز الضائل هي جهازاء الضبط والتنظيم قبل ما نتعرف على ألية عمل جهاز الضبط الكيميائي ننتعرف انه أنا أولا انه عنا نوعين من الغدد في جسم الإنسان هي غدد قنوية وغدد غير قنوية وتسمى بالغدد الصماء الغدد القنوية هي مثال عليه هالهي الغدد اللعابية أو الغدد العرقية وشو يعني بالغدد القنوية انها بتفرز إفرازاتها في أماكن معينة من الجسم يعني زي الغدد اللعابية تفرز فقط بالفم أما الغدد العرقية تفرز بالجلد بأماكن معينة وإلها ماكن مخصصة بإفرازها أما الغدد الغير قنوية أو الصماء وسميت بذلك لأنها ليس لها مكان معين تفرز إفرازاتها في ماء لها قناة معينة تصب إفرازاتها فبتلجأ دائما انها تصوب افرازاتها داخل الدم فكل افرازات اللي رح يصدر من الغدد القنوية او من الغدد الصماء رح نظلنا نحكي عنها انه دائما تصوب افرازاتها داخل الدم وكيف رح يتأثر على الخلايا رح نتعرف عليها لما نبلش نحكي عن عملية الضبط الكيميائي والغدد القنوية اللي هي او الصماء دائما افرازاتها تسمى عبارة عن مادة كيميائية تسمى هرمون تمام هيك تاسع فاي الفراز الصادر دائما من الغدد القنوية دائما من سميه هرمون هلا بداية الامر رح نتعرف بما انه احنا حكينا عن اللي هي عملية الضبط والتنظيم فدائما بدنا ننأكد على الموضوع انه الجهاز او الجهاز الكيميائي مسؤول انه يعمل على انه بيشترك في عملية الضبط بينه بين الجهاز العصبي فكاتبنا تطلع بالكتاب انه يتآذر الجهاز الضبط الكيميائي او زي ما حكينا عنه سميه بالغدد الصماء مع الجهاز العصبي يعني التنتين مع بعض بتآذروا في عملهم ليش لتنظيم الاستجابة لعم تنظيم عملية الاستجابة اما للمؤثرات الداخلية او المؤثرات الخارجية وهذا كله عشان يحافظ على اتزان الداخلي للجسم حكينا احنا شرحنا الحصة الماضية عن الضبط العصبي وتعرفنا على مكوناته من الدماغ والحبل الشوكي ومن اللي هي حكينا الاعصاب المنتشرة بين الجسم وتعرفنا على دور كل جزء اليوم ننتعرف على الضبط الكيميائي وبالتحديد قلنا انه بما انه حكينا انه بساعد على عملية الاتزان الداخلي للجسم كيف القلية بساعد على عملية الاتزان الداخلي للجسم بافراز زي ما قلنا قبل شوي بتكوين مادة كيميائية تسمى هرمون وهي هرمون هي عبارة عن مواد كيميائية زي ما حكيتها بما انها ضبط كيميائي فلازم تكون هاي المواد كيميائية تنتقل بواسطة الدم الى عضو الهدف يعني هي بما انه كل الافرازات راح تصب داخل الدم بس ما راح يكون شغلها غير محدد لا راح يتأثر بأعضاء معينة منسميها العضو الهدف الذي تؤثر فيه هلا لما توصل للعضو اللي مسؤولها عنه للتأثير فيه اما بتحفزه تخليه يتنشط او تعمل على انه تقليل من نشاطه ومن تقليل اداء وظيفة معينة بدور فيها العضو اللي بتأثر عليه سمام هيك يا تاسع اهم ايش انه يتعرف على عضو الهدف يعني بكون انه الها علاقة بما يشبه مبدأه اللي هي مبدأ بسموها القفل والمفتاح انه فيه هرمون معين بيأثر بخلية بيركبه على بعض في هذا الحكي راح يأدي انه يأدي لما بعض الى اداء وظيفة معينة هلأ وتختلف الغدد الصماء زي ما حكينا قبل شوي عن الغدد القنوية انه الغدد الصماء داما افرزاتها في الدم وما الهاش قناة معينة تصب فيها اما الغدد القنوية كل واحدة لها قناة معينة تصب افرازاتها فيه هلأ ومن ضمن الامثلة عنديها بصفحة 64 رسم لي بعض الصور اللي هي للغدد الصماء زي الغدد النخامية والغدد السنوبرية والدرقية وغددتان كذريتان وعندك البنكرياس بالاضافة للخصيطان والمبيضان هدولو مجموعة من الامثلة للغدد الصماء اللي موجودة في جسم الانسان هلأ بداية الامر راح نتعرف على غده اللي سميت تحت المهاد ولو متذكرين الاسم تحت المهاد هو تابع لتركيب الدماغ الامامي اللي هو بما انه بتكون من مخ وتحت المهاد والمهاد فتحت المهاد هو اصلا تابع بالاضافة للجهاز العصبي بالاضافة انه هو هنا كمان تابع للجهاز الضبطي الكيميائي وهلأ بمعنى اخر بما انه حكينا عنه انه هو يلعب دورين دوره وضائف عصبية بالاضافة انه يقوم بعملية افراز هرمون وعشان هيك يطلق عليه او يسمى باسم انه هو السيدة العليا للغدد الصماء بما له وضائف عصبية بالاضافة انه يقوم على عملية افراز مجموعة من الهرمونات ولو عندي صورة برضو لو انتبهنا صفحة 65 بذكركم بالضبط وين موقعه لا اللي هو تحت المهاد والغدد تحت المهاد نتذكرها تمام وهلأ تحت المهاد زي ما حكينا قبل شوي هو تابع للعصبي بالاضافة انه هو تابع للغدد الصماء هلأ تحت المهاد اذا نحكي عن وظيفته العصبية بيقوم بمجموعة من المهام من ضمنها عملية الانشطة اللا ارادية ضبط الانشطة اللا ارادية في الجسم فهاي الوظيفة العصبية اللي مختص فيها تحت المهاد تمام تاسع فانه هو عملية ضبط الانشطة اللا ارادية في الجسم هاي الخاصية او اللي هي الوظيفة العصبية المسؤول عنها تحت المهاد هلأ شو الوظيفة الكيميائية له او الضبط الكيميائي بهو شو مسؤول اها يعني له مجموعة من المهام من ضمنها انه هو يقوم على ضبط تحت المهاد ضبط عمل الغدة النخامية لو انتبهنا في الصورة في غدة تحته مباشرة تقع هاي الغدة مسؤولة انه هي تحت المهاد تعمل على ضبط العمل الغدة النخامية انها كيف تضبط عملها اما بتفرز هرمونات منشطة يعني بتنشط عمل الغدة النخامية او بتفرز هرمونات بتوقف عمل الغدة النخامية انها ما تقومش بافراز الهرمونات الخاصة فيها فهي يعني بترعب دورين اما بتفرز هرمونات بتنشط الغدة النخامية او بتفرز هرمونات بتثبط عملها وبتقلل من عمل الغدة النخامية هلأ بالاضافة غير انها مسؤولة عن تنظيم عمل الغدة النخامية بتفرز هرمونات خاصين الها يعني مهمين لتحت المهاد او هي المسؤولة عن افرازهم هو هرمون الاكسيتوسين وهرمون المانع لادرار البول وهدول الهرمونات بتتم افرازهم من تحت المهاد لكن بتخزنوا زي ما تكردين بالكتاب في الغدة النخامية الخلفية وبما انه احنا بلشنا نحكي عن الغدة النخامية لازم نتعرف انه انا عندي الغدة النخامية تقع مباشرة في الدماغ برضو نفس الشي في الدماغ وتحت تحت المهاد يعني هي تقع بالغدة تحت المهاد زي عندي موضح عندي اها لو انتبهنا بالكتاب مباشرة يقع تحت اللي هي الغدة تحت المهاد ولقبت بسيدة الغدد الصماء ليش لقبت بسيدة الغدد الصماء رح نتعرف انها تقوم بافراز مجموعة كبيرة من الهرمونات بالاضافة انها بتأثر على عمل غدد تاني اما بتنشطها او بتوقف برضو عملية نشاطها هلا لو انتبهنا بالصورة زي ما وضع عندي بالكتاب صفحة 65 بتضح لي انه الغدة النخامية تتكون من فصان اما فص امامي وفص خلفي فهي شايفين هون عندي بالصورة تتكون من جزئين او فصان زي ما هم عندي الفص الامامي والفص الخلفي وكل جزء منهم مسؤول عن افراز مجموعة من الهرمونات هلا مثال عندي اياها او بعض الهرمونات اللي مسؤولة عن افرازها اللي موجودة عندي بصفحة 66 هنا بيين لي انه الجزء الامامي شو افرازاته والجزء الخلفي للغدة النخامية شو افرازاتها فعندي اول اشي الغدة النخامية في الجهة الامامية والفص الامامي لها اولا مسؤولة عن افراز هرمونات منشطة للغدة التناسلية اما بتأثر بمعنى اخر لما نحكي عن غدة تناسلية اما في الذكر في الخصية او عند الانثام في المبيض هلا برضو مسؤولة هي الغدة النخامية الامامية عن افراز الهرمون النمو بما انه بنحكي عن هرمون النمو فهي بتأثر على بنية العظام والعضلات كمان مسؤولة عن افراز هرمون البرولكتين المسؤولة عن افراز اللي هو الحليب او في الثدي برضو عندي هون مثلا عندي هاي النقطة لاحظنا بكل كاتب الهرمون المنشط وهون برضو هرمون منشط فهونا طلع انه اختلف شوي الوظيفة تبعتها هون كيف تفرز هرمونات بتشغل يعني عملية هرمون بتأدي وظيفة معينة اما هون تفرز هرمونين مسؤولة عن تنشيط عمل غدة اخرى يعني عندي هون هرمون منشط للغدة الكذرية وفي عندي هون هرمون برضو منشط لعمل الغدة الدرقية فهنا اثرت في عمل غدة اخرى فهدول الهرمونين لو ما تمش افرازهم من الغدة النخامية حتتوقف تماما عمل الغدة الكذرية وعمل الغدة الدرقية فهلا نيجي عندي للفصل الخلفي للغدة النخامية بيقوم برضو على افراز مجموعة من الهرمونات نتذكر انه قبل شوي حكينا انه الغدة النخامية او اللي هي تخزن اللي هي الافرازات القادمة من تحت المهاد اللي هو الهرمون المانع لادرار البول بالاضافة لهرموني لاكسيتوسين اللي مسؤول عن برضو بكمل عمل البرولكتين في الغدد الحليبية في الثدي بالاضافة انه بيساعد عملية انقباض وانبساط عضلات الرحم ان شاء الله الحصة القادمة تاسع منكمل بعض اللي هي الواع الاخرى من الغدد الصمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته